فلبيك يا قائم آل محمد لبيك لبيك ثم لبيك اللهم صلي على الصديق العظيم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بعدد زنة عرش الله وامداد كلماته ومحاطبه علمه وعساكته اللهم ولعن كل من ظلمها واستباح حرمتها وأسس أساس الظلم والجور عليها لعنة يستغيث منها أهل النار يا شديد القوى اللهم عن كل من صادر حقها وإرثها وورثها خلافتها كسر ضلعها اسقط جنينها فجعليا بها قتل أولادها لعنة يستغيث منها أهل النار يا شديد اللهم صلي على علي بن موسى الرضا اللهم صلي على محمد على علي على الإمام المهدي الذي نبارك له ونسأل الله بحق فاطمة الزهراء أن يمن على العراق وسائر المسلمين بهذه الولاية وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ولا سيما لبنان والجمهورية البطلة التي نحبها والعاشقة للولاية الجمهورية الإسلامية وسيدها المفدى السيد القائد روحي له الفدى علي الخامنعي المقدس ونقول للناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فيقول الأولى أن نخشى الله أتمنى من الجمهورية وأتمنى من سماحة السيد القائد حسن نصر الله حفظه الله أن يشيعون ثقافة الإمام ثقافة الإمام المهدي ليس أيبا أن نكون جنودا أو خداما تحت قدمي الإمام المهدي حتى ننتصر وحتى الناس تعرف إلى أين ذاهبة وحتى الناس تعرف إنها تقاتل دون الولاية إن ولاية علي بن أبي طالب لا تجتز ولا تخير هي ثابتة وهي حق من يريد الحق ومن يريد أن يطعن بها أو يزاود عليها يقينا أعمى وقلبه غلب لذلك نطلب من قيادتنا الحكيمة في إيران وفي حزب الله في العراق في سائر الأمم من يسمع هذا الصوت الفقير الحقير المبتذل الوضيع لأبو علي الشيباني يقول الإمام لقد ملأتم قلبي قيحا أي هتكتم سترنا لذلك حتى إني أخاف عليكم من يوم كيوم الأحزاب يوم عاد وثمود يوم تولون الأدبار ما لكم من ناصر ولا هاد إني والله أبلقتكم رسالتي وما أنا إلا فقير أبحث عن قصاع محمد فإنها لا تنتهي ولا تجف مائدتها ولا تأتي إلا بما هو خير وشفاء أما قصاع الناس تأتي بمنة وعلة وأنا ليس من اللاهثين خلفها ما دام في عرق ينضب إني أفضل الموت على أن ألحظ قصحة ليس فيها يدي قائم آل محمد اليوم أكبلت لكم دينكم يقول الله يقول على لسان رسوله بعلي بن أبي طالب ولكن أبو إلا أن يقتلونه وأبو إلا أن يفجعوه بفاطنة فما حان الثأر سيد الإمام المهدي هل الثأر بهذه الجموع المتناحرة واحد يقدح واحد وواحد يسب ويستزغر واحد وكل الناس لو كنت أنا مدير مخابرات وكنت مكافحة التجسس في يدي فعلي أن أحكم ثلاثة أرباع الناس بالتجسس كل على هوا يتجسسون على هواهم وهذا ما لا يجمعهم الله لو جمعهم لعلموا أن العراق ليس مثله العراق ومن يتجسس على العراق لغيره من الدول لقد فقد شيئا كثيرا وأنكر جميل وعلي بن أبي طالب شكرا إلىك أنا واجبي القرآن يقول ومن يعظم شعائر الله هذه شعيرة أو مشعيرة هي أسرب الشعائر الدفاع عن أهل البيت فعينما يكون أسرب الشعائر الدفاع عن أهل البيت نسكت وإحنا عدنا الطاقل ونطلع نحارب نعم يوميا يهددونا بالموت والقتل واختالونا خمس مرات وظلينا عدلين وعلى الله يخليهم يكتلونا وإحنا نلتق نتمناها وهو يعلم أني صادق ما يهمني أنا أعيش على مدئب وعلى مدمر كيف أنا أي دين عندي يعني بحال مرات بحال أبن بحال شعور تحشون صديق قلتوه لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراقع على جوانبه الدم الله أطعنا هذا اللسان وأطعنا هذا المجلس ونسكت قضية أما تسكت فتشبح من المال وماء الرجال وأما تنطق فيقطع رقبتك وتذهب إلى رب كريم عزيز مقتدر وأن تطاهر اختار دكتور هل كان أمير مؤمنين عليه السلام مستحقا لهذا الموقع أكثر من الشيخين وهو أصغرهم سنا أم أن الله اختاره وصنعه على عينه لهذا اليوم شوفي في يوم الأيام أجان محمد سعيد المصري سعودي مفت المدينة المنورة وكان ولديه طبيبين واحد في القلب جراح وواحد في الباطنية وكان عمره بذاك الوقت بالألفين وسبعة عمره خمسة واثمانين سنة وهو يحمل سبع شهادات دكتوراه فودوني آني أحاوره ماودوا له معمم ومشوا معي مسؤول ما أريد أجيب اسمه من ياجهه إلى الفندق فسألته يا شيخنا الجليل من هو ربك ومن هو الأفضل أبو بكر أم علي قال لي علي صغير وأبو بكر عمره طاعن بالسن عنده كيس فطن وكبير وعنده تجربة وعلي ما عنده تجربة قلت لي شكرا باشر أرجع لك قال لي تعالني قعد نسولفان وياك اشرب وأكيل قلت لي لا باشر لهذا ابنك كنش يشتغل قال لي طبيب متل وين قال لي بالقلب الثانية قال لي جراح بالباطنية الصبح جيت وأنا على لهفة وأجيب جنطة الطبيب حط بها مشرات وحط بها كل شي قلت لي شيخ قوم قال لي وين قلت لي أحد الأخوة عندنا مجاهد انصابه بطلق ناري وأريدك تمشي وياي أطلح هذا الطلق من بطنة هذه الرصاصة قال لي ابني قلت لي لا ابنك صغير وهذا الزغير مو مثل شبير أنت كبير وعمرك ثمانين خمسة وثمانين سنة وعمرك ابنك عمره ثلاثين سنة ففرق بالستين سنة قال لي يعني شي تريد تقول لأ إلا أنت تمشي وياي ما أقبل بابنك قال لي عمي أنا مجرح ابني يفتي همزين مني قلت لي إذا بالعمر عرف شلون هذا ابنك أفهم منك شعلي ابن أبي طالب ما يصير أفهم من أبو بكور اللي قتل عمر بنود العامري قال لي قال لي ما أبو بكر صاحب أبو بكر صاحب رسول الله قلت له أقرأ الآية زيان بصورة عوزب يا صاحب أي السجن أحدكم ما مضمون الآية يسقي ربه خمرا والآخر يأكل من على رأسه الطير واثنين هم سرسرية قال لي أقفوا أقفوا أشهد ما بالله أنكم أعلم منه كملتان بعد يشهد هذا القرآن علي يا ناس جبنا له دجداشة طويلة كانت دجداشة الحذر كبته وحسام زين لحيته وشاه قال إني ذاهب إلى السجن والسجن أحب إلي منهم وأنا أصغر منه سنا بوقتها كنت أكبر منه إن شاء الله علمت كيف يتوضى يشهد القرآن بالفندق علمنا كيف يتوضى وكفر بآلهته لأنه اقتنع فقل لي عندي حاجة أنتكم قل لي مرتي أصابها مرض عضال في الدماغ قلت لأ ردد هذه الكلمات ما قدر أرددها لكم وقل بحقك على الله أن تشافيها وخابرهم بعد خمس دقائق أنا أحكى الآن على التلفزيون مسؤول عن كلامي بعد خمس دقائق قال كان ضار بيها كلبتش للباب للشباش قالت له مطوني أكل طبية ما أعرف شنو طلع من جسم فسجد صارخا وهذا الأخ المسؤولي لوياي صور كل حد شيء ولا زال بالأرشيف عد فولانجيل نحن حينما نحارب بعلي لا نهزم وعلي الذي يعرفه الله ونحن لا نعرفه ألا تكفي من كنت مولى علي مولاه ما أتاكم به رسول الله فاخذوه بقوة يقول القرآن هل آؤلاء الأجلاف أخذوه بقوة أم تركوها أدراج الريح وقالوا لعبت بالملك هاشم فلا خبر جاء ولا وحي نزل انظروا الآن يتجتمع الناس حينما تعدى ابن سلمان بايدن أنا أول من باركته وحينما تطرق الشيخ تميم على القضية الفلسطينية وقال الازدواجية بالمعايير والازدواجية والانتقائية بمعاملة القرارات الدولية أعجبني الرجل وحينما خرج ابن سلمان ولي عهد السعودية ضاربا بايدن على وجهه ومبتعدا عنه قلت إن الرجل فيه شيء إذا فعله نحن سنبارك فعله ولكن بقت خطوة أمامه وأمام إيران فعليه أن يصطلح لأن إيران لم تؤذي السعودية عمرها بل لها خلاف مع الوهابية خلاف عقائدية ويقينا ابن سلمان عليها أن لا يكون وهابيا حتى ينصره الله دكتور يوصلنا لختم الحلقة شو تحب تصم المشاهدين؟ أهنئك كأطول عمر مذيعة معي بهذه الولاية وأسأل الله أن يجعلك ممن يتبع علي ولا يتحيز أو ينحرف وأسأل الله أن يثبت قلبك على الدين ويثبت قلب هذه الإسرة الفقيرة من البرنامج والتلفزيون من الأخ أبو مصطفى إلى أصغر واحد بنا إلى أبو علي الوضيع أسأل الله أن يحمينا بولاية علي بن أبي طالب ويجعله مدافعا عنا في الدنيا والآخرة انتظروا المخابرات الأمريكية ماذا تفعل في الأيام القادمة بالوطن العربي وأنا على بينة من أمري ولكن أقول لكم إذا زلزلت الأرض زلزالها أن العراق قال عنه أبو علي له فتنة سنناقش هذا الموضوع أنا وإياكي التسريبات التي لا نعرف مصدرها ولا نتبناها إنه زلزال عظيم وفتنة كبرى ويقينا إن الأمور على عجل من أمرها ترجمة نانسي قنقر